عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الاثنين تبلغ المحاقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارئ البطار رسميا دعوى الرد عن ملف التحقيقات المقدمة من الوزير السابق المدع عليه نهاد المشنوق كما يظهر من خلال هذه الوثيقة التبليغ تأخر حتى بعد الظهر بسبب وجود القاضي بطار صباحا داخل جلسات التحقيق مع العميد المتقاعد جودة عبيدات علما ان المحاقق العدلي ظل يمارس عمله كالمعتاد حتى انه قبل تبلغه بوقت قليل عاد وطلب اعطاه الاذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لامن الدولة اللواء توني صليبة كما طلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء على قاضي ثالث على علاقة بهذا الملف ولكن مع تبلغه بدعوى الرد كفت يده حكما عن هذه القضية لذلك طارت الجلسات التي كانت مقررة اليوم لاستجواب العميدين كاميل ظاهر وغسان غرز الدين انطلاقا من اليوم مسار جديد يبدأ اذا العين فيه على رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي ناسيب الية الذي ينظر في دعوى الرد وفي المذكرة الجوابية عليها التي سيقدمها القاضي بيطار بالاضافة الى اراء كل الافريقاء في القضية اي كل المدعين والمدع عليهم واهل الضحايا تمهيدا لاتخاذ قراره اما بقبول الدعوة وبالتالي اقصاء القاضي بيطار عن هذه القضية او رد الدعوة ليعود البيطار الى موقعه ويتابع تحقيقاته علما ان قرار القاضي الية نهائي وغير قابل للاستئناف متى يصدر قرار القاضي الية وهل يتم تعمد المماطلة حتى 19-20 الاول المقبل تاريخ بدء الدورة العادية لمجلس النواب لتعود الحصانة النيابية لتحمي النواب المدع عليهم اسئلة مشروعة يطرحها ايضا اهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت الذين يتوعدون بالتصعيد بعد كل شيء ما يصير مع القاضي بيطار بعد كل تدخل السياسي والضغط على القضاءة ان شاء القاضي نحنا كاهلي ما قفنا واضح نهمت مسكين بهالقاضي لانه عارفين اذا هالقاضي ان شاءل هيجار بقد ما فيه يتمشوا القاضية وتاجعوا يعينه قاضي تاني اي قاضي رح يقبل السلمة كقاضي وشايف في تهديد مباشر للقاضي اللي يمحق بالملف فنحنا مطلبنا واضح هنكون لاربعة ساعة واحدة قدام اصل العدل نتوجه برسالة واضحة للقاضي الي ينقل له يا اه ريس حكم ضميرك الملف بانه يظل مكفت تحيب نهاي يوصل المطرح نعرف مين قدتل اخواتنا مين فوت نيترات مين خزانهم مين سكت عنهم مين مكان اللي فوتهم بدنا القضاء اللي يخبرنا وساعة اتا لازم هذا الشخص يتحيسب والبريء واذا في حدا متهم وبريء ساعتا بيتبرق بالقضاء مش السياسيين بقرروا ازا هالقاضي بينشل او بينحط او ازا هالقاضي منيح او مش منيح ازا في شي عالقاضي بطار اه بيان مطرح من حيز او مسيس مفروض كمان نحنا كاهلة ليه عندو هالشغل الدليل يجي يخبرنا ايه لان احنا اكيد ما بنقبل ولا مطرح حدا يسيس هالقاضية لان هالقاضية فيها في قدامها مش بنحكي عن قضية نحنا بسيطة بنحكي عن اربع ايب فبنهاك نحنا رح نكون لاربع ساعة واحدة ندام قصة العدل موقفنا واضح دائمين القاضي بيطارنا يكفي بالملف لانه مثل ما شايفين الكلمة تفق ضده يعني هالقاضية مش تغل مزبوط على اكثر من جبهة يحارب الاهالي منعا لضياع الحقيقة وفد منهم التقى اليوم برئيس مجلس القضاء الاعلى سهل عبود على ان يلتقي غدا وزير العدل لمتابعة هذا الملف